السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلابنا الأبطال وياكم الأستاذ محمد النوفلي مدرس مادة اللغة الإنجليزية طلاب قسم اللغة الإنجليزية وصني سؤال بشكل كبير جدا أستاذ أنا كطالب جامعي دخلت إلى قسم اللغة الإنجليزية مرحلة أولى مرحلة ثانية إشلون أقدر أطلع امتياز بقسم اللغة الإنجليزية وأني أساسي ضعيف مثلا شوفوا حبابي أول نقطة يا أخواني أنا أخوكم إن شاء الله شوفوا النقطة الأولى اللي لازم تكون ببالك كتابة ملاحظات الدكتور شوف ركز يمي كل دكتور بالجامعة إلى أسلوب ونمط مختلف تماما أحكي لكم موقف كان يدرسنا أحد أستاذ أساتذة اللغة الإنجليزية بالجامعة وكان دائما يقول اللغة الكردية تعتبر لغة ثانية بالبلد وكان أستاذ نفسيته ثاني غير أستاذ كان يقول اللغة الكردية تعتبر لغة أجنبية لأن مو الكل يتكلم لغة كردية بالعراق فنفسهم الأساتذة هم مختلفين مو متفقين فلذلك لازم تكتب الملاحظات اللي موجودة واللي الأستاذ يكتب لكيها بكل مادة أستاذ شرح لك هذا موضوع أكتبه إياه البعض حتى يسجل محاضرات الأستاذ يعني يسجل صوت وبعدين يروح للبيت يكتب الملاحظات بس هاي لازم تستأذن من الدكتور لأن ملكه يقبل فهي نقطة كلية مهمة اعتمد على الدكتور نفسه اعتمد على الدكتور واكتب ملاحظات الدكتور اللي ينطيك إياها والتزم بيها حتى لو كانت غلط حتى لو كانت غلط طيب النقطة اللي بعدها لازم يكون عندك فضول زائدا صبر خلينا فهمك شون القصدي بهاي النقطة طبعا هاي النقطة بس دقيقة جوحار شغلت السبلت النقطة الثانية لازم يكون عندك فضول زائدا صبر شون القصد بيها انت كطالب تريد تدخل دخلت قسم اللغة الإنجليزية وتريد تطلع امتياز لازم يكون عندك فضول وصبر الفضول شون معناه الفضول معناه انت لما اخذت موضوع تروح تبحث عليه تروح تسأل تروح تفهم شون هو هذا الموضوع شون المقصود بي فلازم يكون عندك فضول وحب اطلاع لهذا الشي تحب تطلع يعني انا مسرحية هاملت شفت عليها ست أفلام ست أفلام شفت عليها سألت عليها أصدقائي ناقشت بيها ناس أجانب اضل اسأل واستفسر كعندي فضول النقطة اللي بعدها الصبر بداية كل دورة يا غوالي مصعب بداية كل دورة دائما لازم يكون موجودة بالمكاتب المحتمدة بيش بعشرة طيب صارها عشرة طيب فهنا لازم يكون عندك فضول زائدا صبر شون يعني صبر اتذكر اول امتحان لي بقسم اللغة الانجليزية دكتورة هديل الله يحفظها يا رب تحياتنا الى دكتورة هديل امتحان الاول اخذت سبعة من عشرين انا صدمت صدمة العمر لا كنت محمد قسم اللغة الانجليزية كلها يعرفني اخذت سبعة بالامتحان من عشرين صدمة العمر صارت من نسبة لي المهم فاللي صار انه بعدها طلعت امتياز بالصوت يعني يعني عادي واشطر طالب بالقسم كلها بمدهة الصوت فالفكرة وين بالبداية دائما صعبة فلازم يكون عندك صبر وكان عندك فضول يعني انا من مناخذت سبعة بالامتحان انصدمت وستب نفس الوقت راح تسأل شون الاسباب اللي خلتني ارسب يعني او خلتني عرفت انه انا احفظ بطريقة غلط وما عرفت نمط السؤال الى ان طورت نفسي والحمد لله نصرت من افضل لساتة بالصوت يعني فلازم يكون عندك صبر وصراح ثانيا اسئلة الاستاذ بالجامعة شوف الجامعة ممثل متوسطة والاعدادية جامعة وضعها مختلف يعني انت بالجامعة راح تنصدم انه تشوف اكو اسئلة تختلف عن غير الجامعة يعني تلاحظ انه مثلا اسئلة جامعة بغداد صعبة اسئلة جامعة كذا جامعة سهلة حيل فتقول شو القصة ليش جامعة كذا سهلة وتنصدم فصراحة يعني هذا الموضوع مر بك ومو كل واحد يفهم فانت لازم تاخذ الاسئلة مالة الاستاذ اللي يدرسك بالجامعة وتعرف شلون جاية وشلون تحلها ها شلون تحلها مو بس شلون يتحفظها يعني مو بس شلون جد خلص يعني تركز على الاستاذ وعلى شلون يجيب لنمط احنا سانا عندنا استاذ قسم انجليزي مرحلة ثانية يجيب بالنحو فراغات جريمة بحق التاريخ مادة شعر لازم تصير كتابة لازم تعبير تنطى رأيك هو يجيب فراغات بس شعر صدمة ما بعدها صدمة فراغ تخيل كلمة فراغ يعني فاني عرفت نمط الأستاذ قم تقرأ بس فراغات يعني عادة ما أحفظ المادة ولا أفهمها بس فراغات يعني واحد وتجيب يجيب انتياز اكو طالب لا اكو استاذي ليك كتاب فلازم تركز على كل استاذ وشون يجيب نقطة اللي بعدها الحفظ والتكرار هاي نقطة كله شو مهمة طبعا بقسم اللغة الإنجليزية كونها لغة جديدة ما بيها عربي فراح تحفظ وتنسى تحفظ وتنسى فالله يكون بعونك صراح لازم تكرر رفايا تكرر وتعيد تكرر وتعيد يعني التكرار لازم يكون عندك عادة صراح كرر وأحفظ أكرر وأعيد يعني لازم يصر عندك هذا الشي صراح تريد ما تريد لازم تعيد وتكرر أخير نقطة يمكن تستغربون من عندها أنا آسف جدا أعتذر ما هذا طبعي بس رح أقول علاقاتك بالجامعة شوف علاقتك بالجامعة ممكن تصعدك تخليك يعني مرضى بالغ بس تخليك طالب تطلع امتياز كل المواد علاقاتك فانتبه لعلاقاتك لا إذا الأستاذ كان على غلط لا تسوي نفسك على أساس أنت كريستوفر مارلو وتصالح وقعد راح ستتشن ستتشن خوية ستتشن وقعد راح عوفه إذا عنده خطأ غالبا ما أنصحك تصحح له عادي هواي أساس إذا عنده مخطأ كل يتنع تخطأ أنا فلا تحاول تصحح للأستاذ إذا لقيت عنده غلط علاقاتك بالأستاذ وهي طلاب جدا مهمة كلش مهمة علاقاتك عندك زميلك طالب شاطر يقل لك على نمط الأسئلة طلع امتياز بالنحو أستاذك زملائك يكرهونك ما يحبونك وحب صوصا بالجامعة النفاق المطبيعي فأقل أقل سوء علاقة وسوء تصرف يهلكك يدمرك يعني فعلاقاتك جدا مهمة بالجامعة دير بالك وأكو علاقات بالمعنى السيئة علاقاتك يعني بين الرجل والمرأة هاي سيئة ابتعد عنها ما نصحك بها لا نصح الولد ولا نصح الابنت تمام ما نصحكم بها فحاول تسوي علاقة مع أستاذك تعزمه ما أعرف ما أعرف ما أفعله بعد فعلاقاتك حسب الأستاذ إذا أستاذ علمي أحاول تجيب لي كتاب بعد يعني هاي سوالفكم بالأخير أحاب أقول لكم أنا موجود عندي دورات قسم لغة إنجليزية مرحلة أولى ومرحلة ثانية إذا تحب تشترك بالدورة تقدر تتواصل ويانا على المعرة اللي موجود بالتعليقات وبالوصف وإن شاء الله ما نقصروا ياكم أبد الأستاذ محمد النوغلين مدرس مادة اللغة الإنجليزية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر